سؤال من أحد المرضى شفاه الله عفاه يقول أنا بصدد أن أجري عملية زراعة رئة كاملة في أوروبا سعرها باهض جدا بالمقارنة بسعر مصر يعني بالتعبير المصري حوالي 18 مليون جنيه مصري يعني يزيد على نصف مليون دولار إذا عبرنا بلغة أكثر المهم الحل أن أتزوج واحدة معها جنسية أوروبية عشان أعمل عملية على التأمين الطب التابع لزوجات الأوروبية هل زواجي بالزوجة الأوروبية حلال أم لا من الاحتمال يكون الزواج ورقي ليس فعلي ليس مفرتين غير هذا الطريق نقول له أولا تقرير مبادئ للزواج في الإسلام أركانه المعروفة من الإيجاب والقبول والولي ونحوه له كذلك مقاصده الشرعية المعهودة من العفة والإحصان وابتغاء الولد ونحوه ولا ينبغي الخروج بالزواج عن هذه المقاصد وصرفه عنها لأغراض نفعية مصلحية بحتة الزواج الصوري هو الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله فلا يتقيدون بأركانه وشرائطه ولا يحرصون على انتفاء موانعه بل قد يتفق أطرافه على عدم المعاشرة صراحة أو ضمن فهو لا يعد أن يكون إجراءا إداريا لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد فهو أشبه ما يكون بنكاح التحليل الذي لا يراد به النكاح حقيقة بل يراد به تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا الزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة لعدم توجه الإرادة إليه ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده فلا يحل الإقدام عليه لمجمع فقاء الشريعة بأمريكا قرار حول الزواج الصوري نعم يقول الزواج الصوري هو الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله فلا يراد به حل استمتاع ولا استدامة عشر ولا يعد أن يكون إجراءا إداريا لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد والزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة لخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقتضاه ولإخلاله بمقتضى النظام العام وعقود الأمان التي تربط أطرافه بالدول المضيفة طبعا إذا استوفى الزواج الصوري أركانه وشرات صحته وانتفت موانعه وقل أن يقع ذلك قضي بصحته ظاهرا لأن هزل النقاح وجده سواء ويشرع تجديد العقد عند التوجه إلى استدامته لكن بخيت نقطة مهمة إذا مست الحاجة فعلا إلى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى تحصيلها إلا من خلال الزواج فإن السبيل إلى ذلك هو الزواج الحقيقي الذي تتجه إليه الإرادة حقيقة فتستوفى فيه أركانه وشرائطه وتنتفي موانعه ويجري على وفاق الشرع المطخر فلا يصرح فيه بالتوقيت ولا يعبث أحد بغاياته ومقاصده والله تعالى أعلى وأعلى